طلاب السادس الإعدادي حبايب الأبطار رجعنا لكم محاضرة جديدة من محاضرات اليونت الأول اليوم مصنى الدرس الخامس طلاب حباي احنا دينا تأخر بالشرح مو دا أقصد بشرح المحاضرات دا أتأخر لك بشرح المواضيع مواضيع دا أقسمها هواي يعني احنا مفروض بالمحاضرة نشرح موضوعين نشرح الدرس بشكل كامل بساني ما أحب أشرح لكم درس كامل بمحاضرة وحدة لأنه لسن بالكتاب بموضوعين بيتلاث لا يجمع نشرح للمحاضرة وحدة صح رح تسر عندك عدد محاضرات قليل بس رح تسر عندك شنو رح تسر عندك تراكمات هواية وما رح تطل موضوع حقه بشرح إذا أردم تطل موضوع حقه رح تخليك المحاضرة أبع ساعات انت بستعد تشوف محاضرة أبع ساعات؟ ما تشوفها من مستعد انت محاضرة خمسين دا غير أبعين دا غير أبعين دا غير بس زايد رح تشوفها وتفهمها وتضبط ثاني شي يسوي دائماً أقل المحاضرات بس أزيد المواضيع هو يسويه أزيداً من حيث شنو من حيث عدد المحاضرات اللي راح تسير عندك نهاية كل يومك فإحنا اليوم راح نيجي على الدرس الخامس إحنا خلصنا الأول ثاني ثالث رابع بالأول أخذنا جوينتس أخذنا سقاطات الدرس الثاني أخذنا قطع الزيت طارق بالدرس الثالث أدوات ربط الدرس الثالث أخذنا قطع الزيت طارق الدرس الرابع أخذنا به شنو أخذنا به عبارة فعلية وأخذنا به شنو إضافة الأولية نيجي على الدرس الخامس أيضاً به أربع درجات ثابتة شبه 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 ثابتة بالامتحان الوزاري هاي الأربع درجات يا طلاب تعالوا ياهي نيجي على لسن فايف شنو به هذا لسن فايف بموضوعين تبهل هنا أنا خلي أفهمك عليهم وحدة وحدة ركز لزين وافتهموا ياهي طلاب لازم تعرف المواضيع ما تكشنو كل يولي ثم شنو يتكون حتى حتى تضبطه بشكل صحيح باوعي يعني لسن فايف بموضوعين الموضوع الأول هو موضوع الجملة الأمارية هو موضوع موضوع الجملة الأمارية هاذا شنو؟ هسا راح نيجي نفهمه شنو بهاي المحاضرة الموضوع الثاني دي راح ندرسه على المحاضرة الجاية اللي هو موضوع المعدود وغير المعدود هذا الموضوع اللي راح ناقضي عن عبارات الكمية يقدر نسميه نختصره فعندك موضوعي موضوع الجملة الأمارية وموضوع المعدود وغير المعدود استاذ زين اوكي هسا ايش راح يصير بعدين تيبهوا يا ايهناني احنا محاضرتنا اليوم تحكي لك علي من تحكي لك على موضوع الجملة الأمارية اللي هي عندك عشر جمل بالكتاب هاي العشر جمل بالكتاب لازم احنا نضبطهن نحفظهن يلا نقدر نحل هذا الموضوع استاذ الشون؟ انا راح اقول لك الشون اول شي هذا يجين السؤال الثاني بالقواعد فرعي فرعي ش كم جملة عندي بالكتاب؟ عندي بالكتاب عشر جمل قد عندي بالكتاب عشر جمل هاي العشر جمل يا طلاب لازم انا اضبطهن احفظهن يلا اقدر احب استاذ صيغة السؤال شون يجي؟ انا راح اقول لك شون يجي؟ شوفوا يا ايه راح تيجيك خلين نسوي الشيب جملة راح تيجيك شنوه؟ راح تيجيك جملة اتبهوا يا ايه هاي هاي شنو؟ هاي جملة هاي شنو؟ هاي جملة بداية هاي الجملة هنان بداية هاي الجملة اكو فراغ اكو شنوه؟ اكو فراغ بس تفتهم لي هنا أنا بداية هاي الجملة شكوا أقو بها فرع هنا ش راح يقول لك راح يقول لك Use an imperative Use an imperative To give advice حتى تنطي نصيحة يقول use an imperative اكتب جملة أمرية حتى تنطي شنو حتى تنطي نصيحة انت اش كم جملة عندك قلنا عشر جمل هاي العشر جمل ما تحفظ هن كلهن تحفظ بس شنو بس الفراغ الليكم السلام عليكم والسلام عليكم السلام عليكم جاراتنا البركة عبروا انت في دول وجهك تعاقلي خشبك المتابعين لا 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 مهتاز طبعاً أنا لابس طيب وصل ياصبها طبعاً أنت لابس سادس هنياكم على الساوات الله شاهد المدرسيين في الكفوات بس في دولوجيا ما معزمك؟ طبعا السجاد والله واحد كيمين يعني كل شي قوي كيمين بس يعني سوء الحظ ما شرح لكم الحد من المنهج يعني ما مكملينها والسنة هو يبليش شارع؟ شارع؟ منهج كامل لا وديه شرح منهج كامل يعني انها سكملت فصلين كملت فصلين هستمين يعني لا يستمر ويطالب يكمل المنهج يعني يستمر ويكمل لك المنهج يعني إنسان مبدع 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 حرفيا أكو عزيم ورا التصوير؟ يالله زين نجي طلاب احنا عدناش كم جملة؟ عدناش عشر جمل هاي العشر جمل يا طلاب أنا أحفظ بس الفراغ يعني هاي الجملة أخليها بالفراغ الجملة هي ممكن تكون أربع كلمات خمس كلمات ثلاث كلمات استاذ زينانا شو أنا أعرف هاي العشر كلمات أو هاي العشر جمل أخليه بالفراغ حسب الجملة اللي هو منطيكيها يعني لازم هاي الجملة تحفظ بس الترجمة ممالتها حتى تضبط هاي حتى تقدر تخلي الجملة بالفراغ استاذ علت شوان aston علمك على الطريقة الوزارية من خلال المنزمة erei عملك على الطريقة الوزارية من خلال المنزمة بس قبلها لازمعنا اشن نسوي لازم لازم نحفظ الجم limit لآ هن سيحتاجre من بالحل يعني جملة يعني هذا الفراغ أخلي بوجب جملة الي هاي الجملة لازم شبيهه لازم عاني حافظها لازم شن هو لازم عاني حافظ أوكي يا طلاب فحتى ما أضيع وأخرك بالوقت ولا كل شيء أنا رح أرض لك ياهو المنزمة وعلى أساس المنزمة إحنا رح نقعد نحفظ هذه الجمل خليكوا ياهي بعد ثلاث ثواني أربع ثواني نرجع لك أنا وطلع المنزمة قدامك أو الكتاب ماتك الملون حتى نبلش به ونحفظهم سواء طلاب هذه العبارة الأمارية لإعطاء نصيحة أنت عندك جمل عشرة تحفظهن لأن يتوزحن على الفراغات اللي يجنك بالامتحان يجيلك فراغ يجيلك جملة وحدة يعني أنت لازم الجملة حافظها تكون مو يطيك إياها لا لازم تكون حافظها عنا عرفنا الصيغة شون تيجي هسا برعطيك الصيغة شون تيجيك بالامتحان الوزاري شو بس هاي الجملة مثل هاي شون منطيك إياها واحد رقم واحد هاي هو النقطة يقول فراغ On average of eight hours is night أو a night is about right هسا هاي الجملة يطيكها بالامتحان أنت لازم تيجي هاي اللي منطيك إياها وهاي الصيغة تيجي تخليها واحد من ذن الجملة العشرة أستاذ شون أخليها واحد من ذن الجملة العشرة حسب المعنى بعد لازم تحافظوا المعنى لازم تترجم الجملة وتحلها أستاذ أنا ما عندي كتاب ملون أنا عشر جملة دنيا ما حافظي تعال خليا أنا هيك نحفظهم يا بتاع هاي العشر جملة الأول جملة جاية لها قاية لها get enough sleep get enough sleep get enough sleep حصول على نوم كافي أو خذ قصة كافي من النوم يعني نامة هواية نامة بشكل كافي get enough sleep sleep no enough معناها كافي get يحصل على نوم كافي هاي شو وقت ها السرعة نيجي نفهمش وقت نخليها don't smoke don't smoke لا تدخن don't smoke يدخن don't smoke لا تدخن يعني هاي سهلة تعتبر look after your eyes look after معناها اعتني your eyes عيونك your eyes عيونك انت my eyes عيوني آني هو هنا يقول لك اعتني بعيونك انت تنطي نصيحة ها ما تنطي نصيحة نفسك تنطي الشخص لا قل له look after your eyes اعتني بعيونك don't drink too much coffee don't drink لا تشرب too much coffee لا تشرب الكثير من القهوة don't drink too much coffee never miss breakfast او breakfast never miss breakfast لا تضيع عليك وجبة الافطار never miss breakfast لا تضيع وجبة الافطار او ريوغ يعني اوكي breakfast معنى ريوغ never miss لا تضيع او لا تفقد وجبة الافطار drink اشرب plenty of water الكثير من الماء drink plenty of water be safe when you travel be safe when you travel كن آمنا عند السفر كن آمنا عند السفر take some exercise everyday take خذ some بعض exercise تمارين everyday كل يوم خذ بعض التمارين كل يوم see the dentist for regular check-ups see the dentist يعني راجع طبيب الاسنان for regular check-ups من اجل من اجل عمل فحوصات منتظمة see the dentist dentist معنى طبيب اسنان وان شاء الله معظمكم راح يكون dentist see راجع see يرا اسنان ما يسو تقول يرا طيب الاسنان شيف يصر طيب الاسنان ارا طيب الاسنان لازم اروح اقول اراجع طيب الاسنان ياراجع طيب الاسنان منتظم اللي أخذناها بالإضافات الأولية اللي هي check-ups فحوصات eat كل أكل يعني نظام غذائي متوازن كل أو تناول غذاء أو تناول نظام غذائي متوازن هسة دل الأشر جمل نيجي نوزحه إحنا نيجي شو نسوي لهم نوزحه يعني شوف السهنانة مش غايل لك هو شوف زيان استاذ هو شون يجيب لزاري شوف وي هيجيب لك جملة وهذه الجملة بداية فرق وأنت تخلي عبارة عمرية من اللي أخذناها من الفوق العشرة بالفرق حسب معنى الجملة اللي هو منطيك ياها يعني مثلا هو دي يحتي لك على الجغاير تقول لها don't smoke دي يحتي لك على النوم تقول لها get enough sleep دي يحتي لك على الرياضة يعني دي تقول لها شنو هنا تقول لها do exercise every day some exercise every day أو مثلا دي يحتي لك على الأكل والخضار والمادل شنو هتقول لها eat a balance دالك كل أو تناول غداء النظام غدائي متوازن بالوزارة هاي الصيغة تيجيك تيجيك هاي الجملة فراغ فراغ تيجيك فراغ وهنا تيجيك يقول لك on average of eight hours a night is about right كما عدل صحيح ثمان ساعات ليلا شنو هاي كما عدل صحيح ثمان ساعات ليلا الدليل مالتها كلمة كلمة night كما عدل صحيح لي ثمان ساعات ليلا شو تقول لها انت هنا حتى تنصحة تقول لها get enough sleep get enough sleep get enough sleep get enough sleep احصل على نومي كافن اوكي هسا الجملة الاولى عرفناها راحت اذا قل لك يحكي لك على النوم على النايت على ما عرف شنو تقول لها get enough sleep بالفرق بس راح تكتب لهاي الجملة يعني هو يراح تطيك هاي الفورب انت تكتب لها get enough sleep استهلا شوان اعرف هذا الموضوع وارح يقول لك use an imperative sentence imperative يعني جملة امرية انت تسمع كينة imperative يعني جملة امرية زياد اذا قل لك فراغ make sure تأكد بانك تأكل او تتناول الكثير من الخضار الطازج والفواكد الطازجة avoid تجنب excessive amounts of salt تجنب الكميات المفرطة من الملح شقر السكر والانيموفات الزيوت الحيوانية تجنبها شو تقول له هنا انت راح تقول له راح تقول له eat a balanced diet eat a balanced diet eat a balanced diet كل او تناول نظام غذائي متوازن نظام غذائي شنوه متوازن هاي الجملة ثاني هسا الجملة الاولى اعرفه من خلالك كلمة night مثلا دليل هنا عندك مثلا كلمة fruit and vegetables الخضار وشنوه الفواكه راح تقول له eat a balanced diet تناول غذائي نظام غذائي متوازن زين ثلاثة it is the most important meal of the day هي اهم وجبة في اليوم it is the most important meal of the day هي اهم وجبة شنوه في اليوم شنوها هي اهم وجبة في اليوم راح نجو نعرفها never miss a breakfast لا تترك او لا تتخلى عن الريوق لانه اهم وجبة في اليوم most important meal important meal معناها وجبة مهمة شنو هاي اللي هي الbreakfast فراح اجي بالفراغ اكتب له never miss a breakfast لا تفقد او لا تترك شنو الافطار او شنو اسمه بالعربي احنا نقول بالعامية ريوق اربعة يعني مارس الرياضة كم مرة باليوم او بالاسبوع ثلاث مرات ثلاث مرات ثلاث مرات ثلاث مرات ثلاث مرات ثلاث مرات لمدة ساعة if you hate sport كنو hate تكره اذا تكره الرياضة go for 20 minutes 23 دقيقة every day كل يوم اذا انت يعني نسبيا يقولك لازم انت تمشي جهة ثلاث مرات او تمارس رياضة ثلاث مرات يسبوع ولا انت تكره الرياضة على الاقل امشي لك بعد 20 دقيقة يوميا هاي شلو هاي take some exercise everyday 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 take خذ بعض exercise التمارين everyday كل يوم يعني اهنا اذا جاب لك هاي الجملة راح تنطي هاي انت خليها بالفراغ بس تكتب لها هاي الجملة اول حال مالته هاد زين خمسة at least a letter and a half everyday على الاقل letter 1 and a half everyday letter 1 او letter ونص كل يوم مياً هذا letter ونص tea قهوة اه العفو وشاي كوفي قهوة وشاي اللي هي المشروبات الغازية اه or فراغ او or not water ما تعتبر مياه هاي يقول لك هانا شنوه المشروبات الغازية شاي القهوة ما تعتبر شنوه ما تعتبر ماي فانت يقول drink plenty of water اشرب الكثير من الماء at least على الاقل you get letter and a half letter ونص يومياً every day زيان فراغ and brush your teeth brush معناها فرش اسنانك three times a day ثلاث مرات باليوم يقول هنانا من تسمع بالاسنان راح تروح علي مباشرة على طبيب الاسنان راح تقل راح تقل see the dentist for regular check ups راجع الطبيب اللي عمل فحوصات منتظر راجع الطبيب حتى تستوي شنو فحوصات منتظر see راجع dentist طيب الاسنان for regular check ups زيان الجملة السابعة tea is better for your heart a try هو شنو افضل لقلبك انت كان even وممكن lower your blood pressure وحتى راح يساعدك انه تخفض من ضغط الدين a try هو افضل لك فاذا تنصح اقلي شنو راح تقل لانتنا تقل don't drink too much coffee don't drink too much coffee لا تشرب الكثير من القهوة الشاي هو افضل لك والقلب اوكي زيان فراغ if you do اذا سويت هذا الشي ask a doctor اسأل الطبيب for help with giving it up يساعدك تتخلى عنه هذا شنو الشي اللي يسوي انت تروح الطبيب حتى يساعدك تخلى عنه smoke فانتنا راح تقول don't smoke لا تدخل واذا انت تدخل راح للطبيب حتى يساعدك انه تترك التدخين واضح فالجملة هي don't smoke don't smoke انا يجيب لي هاي بالوزاري وانا يجاوبه بهاي اوكي حسب المعنى يعني ما حسب المعنى حسب معنى هاي الجملة يعني مو مثلا يقول لي ask a doctor for giving it up راح اقول لي don't drink too much coffee يعني شي العلاقة للطبيب بالكوفي انت لا تفرق قهو زين مثلا يقول لي على brush your teeth انا راح اقول لي don't drink too much coffee ما العلاقة الا teeth بالكوفي اوكي فكل وحدة ترهم على جملة وحدة ما ترهم على اثنين يعني الشي اللي انت تحلل او شي تحفظه راح يرهم على جملة وحدة ما يرهم على جملة اوكي حسبة الهاية get them tested once a year get them tested تفحصهم مرة بالسنة من ذول عيونك look after your eyes look after your eyes look after your eyes look after your eyes اعتني بعيونك وافحصهم على الاقل مرة بالسنة زين عشرة make sure you're off to date with vaccinations and take malaria medication if necessary يابه هنا انا شي يقول لك يقول لك تأكد بانه انت تاخد الفحوصات اللازمة vaccination معناها فحوصات او لقاحات اللازمة and take malaria medication وتأخد دواء الملارية if necessary اذا لزمه الامر vaccination احفظها هاي معناها لقاحات هنا انا شي يجي نجاوبه نقول لي be safe when you travel 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 فهنا انا دي يقول لك شنو be safe كن امن اوص حاغظ على سلامتك وين عنده السفر احنا شون يجي نصيغة السؤال بالامتحان يا طلاب يعني اولا راح يجي لك جملة مثلا انت هنا يجي لك جملة مثلا نفرض جايب لك مثال مثال يقول لك فراغ يقول لك فراغ فراغ وايضا وايضا اش راح يسوي تفرق اسنانك يجي تتمرات بيوم زيان اش راح تخلي انت بالفراغ هنا تقول لي سي دا دنتيست فور ريجلر يعني انا ادي الجملة ما احفظها انا احفظ بس اللي احفظ بس معناها واحفظ الجواب مالته الجواب استاذ شنود ان العشر جمل مثل ما قلتك لازم انت تكون حافظا هاي العشر جمل اللي هنه كلش مهمات واضح العشر جمل ذول اللي اخذناهم عشر جمل هاي هاي عشر جمل لازم احنا نحفظهن حتى نضبط نفسنا حتى نضبط وضعنا اوكي يا طلاب هل هنا انا خلص عندك هذا الموضوع يعني بس لازم تفهم صيغة السؤال شون تجيك وعرف نحنا صيغة السؤال يعني نفسها بكتاب نصا تجي او بالمنزم نصا يعني يجيب لك هاي الجملة مثلا جاب لك هاي الجملة مثلا make sure you're eating plenty of fresh fruits انت راح تعرف مباشرة انه هذا موضوع الامبراتف او موضوع الجملة الامرية انت حافظ هاي eat a balanced diet حطها بالجواب وانتهى الموضوع حسب شنوه حسب المعنى على الاسنان يقول لك see the dentist for regular checkups على التي يقول لك don't drink too much coffee اسأل الطبيب don't smoke لا تدخن و الى اخره من الجمل اوكي يا طلاب هاي هنا انتهي عندك الموضوع الاول من الدرس الخامس اللي هو موضوع دي نحكي عليه دي نحكي عليه دي نحكي على موضوع الجمل الامرية الامبراتف الامبراتف هاي الكلمة كله شمهمة فتحفظ لي هال الموضوع دني عشر جمل لازم تكون مضبطهن وحافظهن ورقة وقلم والمعاني مع الجمل دنيش ايضا لازم تعرفين حتى تقدر تجاوب لانه دي يحكي لك على السنان ما تروح تجاوبه على الرياضة ولا على الرياضة تروح تجاوبه على السنان او على الاكل تروح تجاوبه على النوم اكيد يختلف كل موضوع عن الله انا احفظ العشر جمل وترجم لني شواء اجاوبهن حسب ما انا حافظ المعنى وحسب ما مضبط المعنى لهنا انتهت المحاضرة شوفكم ان شاء الله بخير محاضرات اخرى ودروس اخرى من اليونت الاول وفي امان الله